اشتركوا في القناة لاحظوا شفتوا كيف صرف السخان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جت فوتير الكهرب وانصدم كثير من الناس وبعضهم يعتقد ان في خطأ أو ما خطأ أو ما شابه إلى آخر أحاول اختصر كلامي هذا وعلق على بعض النقاط الأساسية أولا يخبر سابقا كان فيه ست شرائح الشريحة الأولى خمس هللات وعشر هللات وخمسة عشر هللات وعشرين وخمس وعشرين ثلاثين وكل وحدة لها سعر وكل وحدة لها حجم معين من الكيلوات 2000 كيلوات اللي هي أقل شيء وترتقي طبعا تغيرت الأمور الآن وصارت الشرائح أقل شريحة 18 هللات يعني 18 هللات يعني قرابة ضعف الفاتورة السابقة للمستهلكين المتوسطين في الاستهلاك ضعفها دبل ثلاث مرات ونصف تقريبا يعني من خمس هللات إلى 18 هللات فلا أحد يستغرب الصرف اللي حصل أو الفاتورة اللي جتها لا يستغربها لأنها مدبولة ثلاث مرات ونصف طيب هذا ما هو موضوعنا موضوعنا بس أحبيت أنبه على النقطة هذه لأن بعض أعتقد أن هناك أخطاء الآن نيجي الموضوع الأشياء اللي تستهلك إحنا نبغى الآن نقلل مصار في الكهرب بحيث أننا نقارب على نفس استهلاكنا القديم بالشريحة الجديدة بحيث أنه ما يتغير علينا شيء طيب الآن عرفنا الشرائح البعض يربط استهلاك الكهرباء بشكل عام في الأضواء ونوعيتها مثل العادي أو اللد وغيرها والحقيقة هذه مجرد أشياء لا تستهلك استهلاك قوي إلا في حالة كان عددها كبير للنبات في المنزل ولكن يوجد أشد منها بكثير باستهلاك الكهرب يا أخوان مثل السخان ومكيفات الأثنين هذه أغلب الصرف منها إذا لم يتم وزنها بالشكل الصحيح والسليم والاقتصادي قبل كل شيء لا بد نفهم نقطة مهمة جدا في فهم استهلاك الكهرب الأجهزة نوعين أجهزة النوع الأول أجهزة تستهلك بمجرد اشتغالها حتى تقوم بإطفاءها بنفسك مثل الأضواء الدينمو الكواية التلفزيون الميكرويف الغسالة وكل جهاز يكون اشتغال اشتغال مستمر وغالبا ما يكون استخدام بعضها لأوقات بسيطة وليس طوال اليوم مثل الدينمو والغسالة والكواية والميكرويف النوع الثاني هو المهم عندنا اللي هو الأجهزة التي تكون أغلب وقتها في حالة سبات مثل التلاجة السخان المكيفات الاسبلت خصوصا بالذات بتكلم عن النوع الثاني لأنه أغلب سبب مشاكل الاستهلاك نيجي للسخان طبعا السخان السخان الأفضل يكون مقياس درجة الحرارة على 40 فقط لأنه بهالحالة هذه سيكون اشتغاله طوال اليوم ساعات بسيطة جدا مثل لو وضعناه على درجة حرارة 90 أولا بيقل عمر السخان الشيء الثاني بيكون مشتغل باستمرار طوال اليوم يعني يفصل 10 دقائق ويشتغل 10 دقائق أو 20 دقيقة لأنها تتبدد الطاقة بسرعة وممكن يكون شغال 20 ساعة إذا كان على 90 درجة على درجة حرارة محطوطة على 90 ممكن يشتغل 20 ساعة خلال اليوم لكن لو جعلناه على درجة حرارة 40 قد يكون اشتغاله فقط 4 ساعات طوال اليوم مما يجعل استهلاكه أقل استهلاك طبعا أنتم شفتم أنا سأضع الفيديو اللي فقط عملت مقارنة بالعداد بعداد شقتي بسخان وبدون سخان فقط ويكون في بعد شرحي هذا الأجل أستشهد فيه ويستطيع أي شخص كذلك أنه يعمل اختباره بنفسه نرجع بعد السخال للمستهلك الثاني والكبير اللي هو المكيف المكيف الأفضل اختيار التبليد دائما على 20 وكذلك التدفئة دائما تكون على 20 بهذه الحالة سيكون في حالة سبات مثل التلاجة ولن يستهلك طاقة عالية وسيكون الاشتغال الفعلي له خلال 24 ساعة ما يقارب 5 ساعات لأنه إذا وصل التدفئة المحددة في الغرفة سيفصل التدفئة وتكون فقط المروحة هي اللي تكون شغالة ولا تستهلك طاقة عالية وكذلك التبريد سهل الوصول إلى الرقم 20 أو البرودة 20 أو وسيفصل الكمبرشير وتكون فقط المروحة هي اللي شغالة ولا تستهلك طاقة عالية للأسف لما يكون محطوط مثلا على 16 درجة التبريد هنا راح يكون ولا يكون في البيت عوازل راح يستهلك استهلاك عالي لأنه بيكون شغال فعليا ما يقارب 20 ساعة باليوم عكس لما تضع هال20 هنا يبيشتغل ما يقارب 4 ساعات فقط في اليوم لو كان شغال 24 ساعة وهذا هو ترى الفرق وراح يكون حالة حالة الثلاجة بالضبط الثلاجة طبعا ما تستهلك شيء عالي لأنها من الأجهزة اللي دائما تكون في حالة سبات لذا لو تجي تطف في البيت كله ما عدا الثلاجة تروح للأداد بره ما تلاحظ أنه يشتغل لأنها تكون في حالة سبات فلو وضعنا مكيف مثلها طبعا راح يكون مكيف كذلك في حالة سبات طبعا المكيفات الجدارية هذه مشكلة كبيرة للأسف الشديد ولكن الأفضل دائما في التدفع والبرودة في المكيفات خصوصا مقبلين على فصل الصيف لا بد تكون على عشرين حتى لو تشغل كل المكيفات البيت أرحم من أنك تشغل مكيف واحد تكون درجة البرودة على ستة عشر طبعا يا أخوان الجهاز هذا جهاز نصب واحتيال لا أنا أعلم يقينا أني بنتشر له دعايات كثيرة جدا وسعر ما يقالب ستين ريال الجهاز كلام فاضي تبيع شركات مهم ماركة معروفة وشركات وهمية ويرسلون عن طريقة دية شيل ولا يعدل شي وشفوه ناس كثير وهم يدعون طبعا أنه يستهلك أنه يقلل الصرف إلى سبعين بالمئة وهذا كلام فاضي ويبيعونها بسعر رخيص لأجل يستفيدون ويبيعون كميات كثيرة لأن بعض الناس يقول أنا ماني خسران شيء أشتريه بسبعين ريال وأجرب ماني خسران لكن هو فعلا ما هو بخسران بس الشركة رابحة لما تبيع لها عشرين مليون قطعة أو عشرين مليون قطعة مثلا من ستين ريال فهي كسبت ما يقارب ستين مليون الحذر الحذر الجهاز هذا ما هو عملي ولا أصلا فيه أي شيء نهائيا الآن بنرجع الموضوع استهلاك الأجهزة طبعا الدفاية راح وقت الشتاء ولكن تستهلك استهلاك عالي جدا استهلاك بعض الأجهزة مكيفة سبلت قدرة 24 وحدة حرارية يستهلك ثلاثة كيلو وات في الساعة والثمنطعش يستهلك اثنين ونص والمكرويف أنا برتبها بالترتيب الأعلى إلى الأقل أول شيء مكيفة سبلت الـ 24 يستهلك ما يقارب ثلاثة كيلو وات للساعة مكيفة الثمنطعش يستهلك اثنين ونص كيلو وات المكرويفة يستهلك واحد ونص يعني يقارب إلى قوة مكيفة سبلت ولكن إنها ما يستخدم إلا فترات بسيطة لذا ما يعترف فيه ولا يعتد فيه إنه من الأجهزة التي تصرف المكواه الكهربائية كذلك تصرف واحد كيلو وات في الساعة لكن كذلك ما هي مقياس لأنها تستخدم فترات بسيطة لكن سخان الكهرباء يستهلك اثنين كيلو وات حال حال المكيفة الثمنطعش مقارب له وهو اللي أنا تكلمت عنه يعني ضروري تركز على النقطة هذه دفاية الكهربة تستهلك اثنين كيلو وات مكيفة الصحراوي يستهلك 300 من واحد كيلو وات غسارة الملابس تستهلك 75 من واحد من كيلو وات الثلاجة 400 لتر تستهلك 35 من واحد كيلو وات في الساعة الفريزر 400 لتر يستهلك 15 من واحد كيلو وات الساعة يعني أقل صرف الثلاجة والفريزر وأكثر صرف المكيفات والسخان والدفاية هذه هي الأشياء اللي لابد يخوان ننتبه لها وزن المكيف ووزن السخان من الأشياء المهمة والعوامل الجوهرية في تقليل الصرف واستهلاك الكهربة أنا جربتها الشهر الماضي والحمد لله اكتشفت أن عندي صار في نزول في الفواتير الكهرب في أكثر من بيت والحمد لله الله يوفقنا التغيير اياكم التوفيق المبارك أخوكم أبو عمر